بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدي الوصيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وبن ثاره هو الوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزياء وجلايات وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتين أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتين دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتين قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله ولعن الله آل زيادين وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجانة ولعن الله عمر بن سعدين ولعن الله أمتين ولعن الله أمتين أسرجت والجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام من صدور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك هو بالبراءة من من قاتلك ونصب لك الحار هو بالبراءة من من أسس أساس الظلم وأبرغوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم هو بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حربكم وولي وولي لمن هو وعد لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم هو معرفتي أوليائكم ورزقني ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله هو أن يرزقني طلب أثاركم مع إمام مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتين مصيبتين مصيبتين ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميه وابن آكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلما حق محمد وآل محمد محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم 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 اللهم